التضخم في التوظيف الكمي السلبي في جسد الحكومة هو أشبه بقنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر بتأثير اقتصادي عالي جدا من جانبين الجانب الأول هي مسألة التخصيصات المالية وعدم إمكانية السد فيها وممكن نقرأ بالأرقام والجانب الثاني هي إمكانية الانتاج الممكن تشكل هذه القوى العاملة في جسد الدولة العراقية أدرك أو الجميع أدرك أنه بحاجة إلى توظيف هذا الجيش من البطالة يقدر تقريبا 37% ما يشغل القطاع الآن من أصل 12 مليون نسمة بمعنى نتكلم تقريبا عن 7 أو أكثر مليون باحث عن عمل 500 أو أكثر ألف يشغلها القطاع الخاص بدون حفاظ على مستقبلهم وهذه الأشياء لكن بنفس الوقت توجد كثير من الاستراتيجيات التي ممكن الدولة أن توليها اهتمام ومن الممكن التوجه فيها بشكل أسلم من هذا النوع من الفخاخ المستقبلية لأنه إذا أخذنا هذا المعيار بمعدلات الأرقام في عام 1951 في دولة العراقية كان معدل الإنفاق التشغيلي يشكل 30% و70% كان يخصص إلى الاستثمار وتطوير البلد التحتية وغيرها عندما نقرأ الموازنة وهي الأحسن من سابقاتها في عام 2023 أصبح الإنفاق التشغيلي تقريبا 75% أو أكثر مقابل 25% أو أقل للاستثمار وفي السنوات السابقة وصل المعدل إلى تقريبا 87% إنفاق تشغيلي هذا بحد ذاته بمعنى أنه إذا قرأنا بمعدل هذه الأرقام بعد خمس سنوات أو أكثر سيكون صعب جدا أنه ممكن يكون إيرادات الدولة تغطي فقط فاتورة الرواتب يعني إذا حسبناها الآن في هذا العام فاتورة الرواتب تكلف الدولة العراقية تقريبا 74% من حجم الإيرادات النقدية من النفط سنويا بمعنى أنه هذه بحد ذاتها كارثة كبيرة فلهذا أنا سميتها فعلا يعني لغم ممكن ينفجر بأي لحظة أو لحظات أنه كيف ستتعامل مع هذه القوى هل ستسرحها هل ستجد لها يعني مجالات أخرى ممكن العمل فالتعامل بهذا النوع هو بحد ذاته الخطأ مجالات أخرى مجالات أخرى